أشهد أشهد أن هؤلاء الذين يدعون إلها آخر مع ربهم جل في علاه خالق الخلق ومالك الملك ومدبر أمر هذا الكون أشهد أنه ما قدر الله حقا ما عظموه حق عظمته ما قاموا بحقه في العبادة والتوحيد والإخلاص له سبحانه نسأل الله أن يرزقنا لرب الفهم الصحيح والعمل الصالح وفقا للفهم الصحية اللهم أمين النداء بيقول يا أيها الناس ضربة مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الله يبقى هذا نداء عام ولا نداء خاص اللي بينظر للموضوع إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا يبقى تدعون من دون الله يقول بأن هذا نداء خاص ونداء خاص لمين للمشركين كأنه بقول لهم قل يا أيها المشركون وما عندناش في القرآن نداء بكده عندنا قل يا أيها الكافرون آه ده عندنا لكن ما عندناش قل يا أيها المشركون طب النداء ده مش ينفع في العموم كده نقول إنه هو خاص وليس عام ما النظر إلى فحوى النداء مضمون النداء والفئة المخاطبون بهذا النداء يقول بأنه فعلا نداء خاص للمشركين اللي نظر للموضوع بشكل عام ولفظة الناس وأنه لا يوجد أحد معصوم من الشرك إلا الأنبياء ممكن نقع في الشرك ولهذا بالله ففي تحذير بشكل أو بآخر قالوا هو نداء عام البحث يقول لك الله إحنا إلي يا مولانا أصلا نتكلم في نداء خاص ما هو قال يا أيها الناس وكلمة الناس مدام جت يبقى نداء عام نقول له لا كلامك غير دقيق كلامك مش دقيق ليه لأن كلمة الناس بتأتي في القرآن مش حتى في ألسنة الناس أو ألسنة الخالق في القرآن ويرادوا بها العموم أحيانا والخصوص أحيانا أخر بمعنى إيه يا أيها الناس اهبدوا ربكم اختب لكل اتكوا ربكم اختب لكل يا أيها الناس وإنا خلقناكم هو خلق مجموعة ومجموعة لأة فاختب لكل ومجموعة لكل إنما لما جه في سورة آل عمران وركزوا جدا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَاً وَكِيلٌ فَانْقَلَبُوا بِنْعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٌ الذين قال لهم الناس إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ أنا عندي كده كام عندي كده ثلاث طوائف عندي ثلاثة ثلاثة مجموعات مجموعة قالت مجموعة قيلة لها مجموعة نقل عنها تاني يهو اللي أبت قل كده الذين قال لهم الناس هذا قالوا هذا مجموعة قالت من الناس قالوا المين يبقى قيلة لهم الذين قال لهم الناس إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ يبقى فيه ناس جمعوا ونجمع عليهم فيه ناد سعد للحرب وناس مقصودين بالحرب حقيقي يبقى كلمة الناس مش لازم تقول عموم مش لازم ده قتل المجموعة اللي قالت المجموعة دركنه كام رجلين رجلين أطلق عليهم الناس فلفظ الناس يأتي لرجلين اللي البعض بيعتبروا أقل لجمع بيلغوا كلمة مثنى دي احنا عندنا مفرد ومثنى وجمع رجل ده مفرد رجلان مثنى ثلاثة أو ثلاثة رجال ده الصح ثلاثة رجال يبقى تجمع فالبعض بيعتبر المثنى مش موجود وبيقول ده أدنى الجمع فيعتبر الرجلين بيعتبرهم جمع وخلاص عشان كده جات كلمة الناس على رجلين أبو سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه قبل إسلامه كان على الشركة زي ما احنا عارفين وكان قائد أو زعيم أو قالت إليه الزعامة لكريش بعد أبي جهل أبو جهل استشهد أستغفر الله أبو جهل كتل في غزو البدر تولى القيادة من بعده والزعامة أبو سفيان أبو سفيان قرر أنه يغزو المدينة المنورة ويثقر للقتل إلا على رأسهم الهالج أبو جهل يثقر لهم في أحد أو عند جبل أحد فالتقوا مع المسلمين هناك بعدها بسنة لسنة اثنين وليسنة الثلاثة وعلى الرغم من انتصار النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين في أول الأمر إلا أنه منهزموا في نهاية الأمر واستشهد سبعون من خيار الصحابة وجرح النبي عليه الصلاة والسلام انتهت المعركة وقف أبو سفيان يفخر في الناس ويزعم وكذلك ظن بعض المؤمنين أصلا كمان أن النبي قد كتل وأن أبا بكر قد كتل وأن عمر قد كتل إلى آخره جميشوا عسقاروا بعد مسافة قليلة جدا من جبل أحد وأخذوا يتحدثوا بعضهم مع بعض فمعدة تنين رجالة سمعوا التشاور والحوار بينهم أبو سفيان بيقول لهم هو ينفع برضو نرجع مكة وإحنا ما خلصناش على محمد ولا على أبو بكر ولا على عمر إحنا لازم نرجع نخلص عليهم فبيجدلوا يقول لهم لا 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 إحنا انتصرنا صحيح وقتلنا منهم سبعين بس إحنا برضو مش هيبقى نصرتنا كبيرة إلا ما نرجع نخلص على دول فبيلتقوا بقى للرجوة شيرجعوا تاني على المدينة ويعيدوا الكرة تاني والمعركة تاني وعرفين الصحابة مجروحين واستشهد منهم سبعون فعادة كبير والنبي نفسه جرح على صلى الله عليه وسلم ما عندهم بشي طاقة يدفع عن نفسهم فيخلصوا عليهم وتنتهي المسألة بالنسبة له ده كلام مين أبو سفيان وكبار قادة القوم سمع الحوار ده رجلان رحوا بسرعة جريين على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وألولوا أبو سفيان ومن معه عزموا على العودة رجعين تاني على المدينة فيالله شوفوا تعملوا ايه الذين قالوا لهم الناس رجلين إن الناس أبو سفيان واللي معاه قد جمعوا لكم النبي ومن معاه فاخشوهم خلي بالكم خفوهم لمنظهم حساب القرآن يقول ايه بيعبر على حال المؤمنين فزادهم إيمانا الله أكبر زادهم إيمانا في الموضوع كده هو ربنا سبحانه وتعالى ما قال لناش الأرض هتفرس بالورود لأهل الإيمان ويغضق عليهم العطاية ويبقوا أحسن الناس أجسادا وأجملهم خلقة وأمتعهم في الدنيا ما لو كده كان كل الناس أمنت هو الكافر بيكفر أساسا عشان يستبيح المال ويستبيح العرض ويبقى برحته فلما نقول للمؤمنين أنتوا اللي هتبقوا جمال وهتبقوا أغنية وهتبقوا رؤساء وملوك وهتبقوا أنتوا ليكم الزعامة وتعيشوا في جنات ونعيم وخضرة ونضرة ولا أخر ما أنا هؤمن مش عشان بحب ربنا لا إنما هؤمن عشان حاجات دي فالرب عشان ليعكسها بقى ولا نبلونا وكن بشيء من الخوف والجوع ونفسك من الأموال والأنفس والثمرات اللي عاوز البصرة العاجلة وعايز يجري بقى وراء أهواء وملذات وتفضل اللي عاوز ربنا هيكرمه إن شاء الله في الدنيا بما قدر له يا رب تكون قدرتنا الخير ونعيش في رغض في الحياة بصحة وعافية اللهم أمين ما نكرهش بل نرجو هذا من الله سبحانه وتعالى لكن هدفنا الأساس الجنة ونعيمها ورؤية الله سبحانه وتعالى ثم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومجورته في أحسن من كده في الكؤون كله ما ينفيش فده أملنا وهدفنا ده الأساس في الموضوع